مابيل ميزان ديارنا عبرا س şu هذا الطاق طاق الطاق الطاق نستعمل في برشة البلانت هو ستيل تحاجد. يتسمى هكا ستيل زين. ستيل زين اه. يوفا ما قا بشة انوائي اخرين بتاع دي ستيل نستعملو فيهم لبلانت خاطة البلانت ما عندوش ستيل معين نجمون نستعملو في اي ستيل. اما هيدا سبيسيال ما ستيل زين معناها معادي كولور كالم دي كولور كلاير نوظفو مع هال البلانت ارتفاسيال والبلانت ناتورال. هود البرفيرانس اللي اللي نحطون في دارنا اين هكا معناها نظرتي انها تكون البرفيرانس تبدأ ارتفاسيال اكيلي كي تغزرها لا تقولش عليها ناتورال معناها قريبا للناتور. اما ما تكونش معناها خاطر كما نعرفو معناها اللي بلانت يزم هم شمسي يزم هم ضووي يزم هم ميتسطاو. اذا كاش فشان قول لك حتى انا ذاك علش لعبيت برش هتمي لاختيف في سيل خاطر متاع تنظيفة وعادة. البلانت ناتورال لازم هود ناجمو نستعملو في ديار اما لازمو فازيتو معناه لازم تعملو تويفران باش تتخلو الشمس لازمو دي ما لهوة دي ما يتسقى دي ما يتجدد معناه. يوهما ذوكم الليكستيريور كان عندنا جردان عنا دي بالكون عنا حاجات نحطوها من البر وفي الداخل في الدار احنا نجمو راني نستعمل البلانت اذو ما فما يتسميو اللي بلانت دانتيريور هما نباتات طبيعية اما يتحطو في داخل الدار. يتحطو يتحطو في البلايس الكل نلقاو عنا برش انوي عم تعدي بلانت طلعو تندنس. عنا مثلا كل اللي كعبت الكاكتوس ذوكا صغيرين. اي طلعو عالاخر عمناو الدجاو اللي قبلو طلعو. فما زد لالو فيغا ولينا نزينو بها برشا. فما هي تلعب دوز انا لالو فيغا تنجم تكون متعزين ونجم يكون تتهاب اللي يحب يعملها كادي ماسك ولا حاجة. شعر بوجه كو كل شيء. هذو ما خرجوا برشا فما انواع اخرين ما همش معروفين برشا معناها اما خرجوا برشا كيما سان سيفيرا فما البيل برشا انواع حاصيلو متاع دي بلانت هذو ما متاع الاختي في سيل. امم. في الناتوريل كيف كيف موجودين اما هني قلتك لازم مباشرة لهوة ولازم في اسباس اوفيخ. نجم تعملهم في الجردان في بالكون كيما قلت انتي في اسباس اوفيخ. هما دوما اللي بلانت يتحطوا كيما قلت انتي ماذا بين مثلا في سالان ناخدو اكزامبل متاع سالان. يبدأ مثلا الكولور متاع السالان شنو ما يبدأوا بردين هكا في البلان في القراج في الالوان هذوكم. اه. وإلا نجموا ندخلوا الفير على اي كولور موجود متاع سالان. هو ما عندوش شي حاجة معنا. انا نحب انو اللي يمشي مع الكلور كلاخي. هذيك عالي ساميت لك ستيل زين. ستيل زين خاطة الكلور متاعه. كلهم نود وكلهم كلاخ. فمتل حاجة الكلم وهكا الكلور رايزين على اللقاء. كيف كيف هو ما ستيل تروبيكال? هذي تحسوا هكا متاعها متاع جانجل زيدا متاع الفوغي متاع طلقة هكا متاعه. معناها الستيل متاعك ما قلو حي برشة. اي حي برشة معنى اذك تحب انتي برشة خضار. مش كم في البلونتك هاو تلقاه في البابي بان زيدة في البانتور في هادو ما هما. ونج ممشي مع ستيل متاع البوا هكا ولا يتبدأ مع هكا سالان فيها معناه يخلاج متاع البوا والبلونت يعطي حاجة مزين عالخة. بانسور يعطي حاجة مزين عالخة. باي البلونت اذو ما نجمش نحطون كم في السالان بانسور. فما يتحطو في البلايس الكل في الدار. في السال دبان تلقاه فوق الفوق لفابوم متاعك. في مثلا في الكوزين زيدة يتحطو على البلاك متعطو تتقافي. في البيت والنوم زيدة. اذا كان بيانسور عنا دي نيش والمالوخ رحكينا باشا على ستاراسيون باللي نيش نجم نحطو هادو. هاي اللي نيش والزيتاجير هادوك الكل هم يتمليوا باللي بلونت الصغاء. خط اللي بلونت كبار مثلا كلي تحطو بالويقفة هادوك. فما لي بالسوبر فما بلاش سوبر. تبدأ معهم هكا كولور دوري. هادوك يتحطو معناه في بالويقفة فهمتا. في بلايس كبار كي ما نقول في سالان ولا في اللونتغي ولا في حاجة. خطة في اللونتغي تجي مزين عبرشة هكا كتدخل هكا تحل البيب تلقى للخضار. هاي بجنب مثلا الموبل دونتغي هادوك يتحطو زيدة الل اللي بلونت الكبار. لقاطة و بلونت كبيرة متاحة حتى دو دو سنتيمة دو متر. دو متر تبطاها معناها على الدور. ايه تم للساس بالقدي هادوك. وتعطي راحة نفسية على الاخر هو الخضار دي ما يرتح اي حاجة لونها خضرة. ترتح نفسانيا عن الاخر اذاك عليش معناه دي ما احنا نحاولو نقولو في دارنا ندخلو برشة من ناتور ندخلو البواه ندخلو الحاجة الخضرة بيش ترتحنا تصور عبد النهار كامل معناها ستريس وكل شيء يزمو يدخل الدار يقطع حاج بخليف اللي بلونت ونجمو نلقاو ميوغ كامل نعملو بالخضاء تسمى ميوغ فيجيتال حب انتي تعملو معناها كابا بيبان يبدأ تروادي وإلا هو يبدأ ارتفيسي معناها ميوغ كامل يبدأ الكلو اخضر. لغازان زيدا ولا يستعملون برشة في الكراس. لغازان زيدا حاجة معروفة عالاخر ملولهم معناه نسان. لغازان ارتفيسيال زيدا مش لزم يكون معناها. ارتفيسيال تبدأ تبيها بي فيسي تتعمل تبدأها كيكة كلها خضرة. كلها خضرة. حتى تنظيفها مشو صعيب هكا ولا. فما دي موايا متاع تنظيفها. ماني جيمة باش تقعد لي خارجو جيمة باش تقعد نظيفها. مش نحكي وزيدا على الميوغ فلغال معنا مش كي نخضاركها وتلقى اخضار وممتون هكي يبدأ ميوغ كلو دي فلغ. هادو ما زيدا يتعملو. هادو ما زيدا يتعملو. هادو ما ارتفيسيال. احنا اكثرين يقوت لك في الانتغيور نعملو الارتفيسيال خاطر قوت لك الكستوريور لازمو برشة لهوة. فمتقول اني فازة في الانتغيور تطلع مزين اعليخي معناه فامش كون قاعد يعمل فيها. اما احنا هاني قوت لك الميلو اكثرين للارتفيسيال. دونك الميلو اذي وين بالضبط نلقاو في السالان في السالان. ايه. طلقا مثلا في حتى في انتغي تعمل رامة اكثرين في السالان خاطر السالان هي معناها الكون اللي هاكي يتعمو فيه العالم. نحن بانسوي الحيت باركة. ايه. مش حتى حيت كامل معناه حتى هاكا بارتي من الحيت. ايه. فمش ما يبدأ شي هاكا. تبدأ شارجي بارشة البلاسة. ايه. هاني قوت لك في البابير يتسمى وزيدة بابير بانتانا. هادوما زيدة فيهم برشة اخضار. فيهم برشة اخضار معناه انتي اليوم ما الهام جيتنا وجبتنا الخضار الكلو معاك دجا معناه كنا نسمو فيك الحاجات المزينين برشة اللي نجمو نستعملوهم في الديار متاعنا كالك سواء معناه ارتفيسيال وإلا حتى من الطبيعة ودجا قلنا احنا فاما راهو لبلانت فاما لبلانت ارتفيسيال اللي كتشوفها تقول ايه تكون ارتفيسيال ياسر معناه مخد ما باتقان وياسر ياسر فين. التروادية. التروادية دك ماعناه تضر كيني حاجة. تضر كيني حاجة ناتوريل. الا ما تقربلها انتي وتمسها باش تعرف اللي هي معناها اللي هي ارتفيسيال. دونك ماعناه في المرشة فاما فاريتي كبيرة عالاخر فاما شواء موجود برشة اللي حبي زي اندار ولا اللي يحب هاكا يعمل فازة جديدة بمناسبة العام الجديد ينجم معناها يدخل الحاجات المزينين ذو ما لكل. شكرا لك الهام شكرا لكم وعزائنا المستعمعين اللي كنتوا تبعوا في نتوا وتوا نرجو لصباح الحياة يا قيروان.